بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله راح نتحدث عن الإفكت في الجيكوري طبعا ما راح نتحدث عن كل الإفكت لأنه في إفكت اسمه Animated طبعا ها إفكت لتحريك الأشياء في الجيكوري طبعا هذا راح نتناوله في دروس متنوعة لأمنة في إمكانيات كبيرة مثل سلايدينج والأشياء هذي احنا راح نتكلم اليوم عن إفكت بعد ما عرفنا كيفية الاختيار Select في الدرس اللي فات أتمنى في هذا الدرس راح نراجع الدرس اللي فات مع الإفكت عساس المرس روحنا على التعامل نجي إلى محررنا نفس ما اتفقنا أول ما نبدأ عساس نوضح للمستند أنه راح نتعامل الآن مع الجيكوري راح نقول له أول شي select document متى؟ متى راح نسوي select الـ event اللي راح نستخدمه هو ready اللي هو يعادل إيش اللي يعادل window on load جميل ابدأ الفنكشن ابدأ الاستعداد أغلق بهذا الشكل ورح نبدأ الآن في الكتابة طيب راح استخدم اليوم بعض السي اس اس خلونا أقول هنا style طيب راح أحدد type text css ورح أغلق style بهذا الشكل راح استخدم الـ style بعض الشيء لأن هناك أشياء راح نستخدمها طيب راح أعمل لي صندوق ديف افتراضي راح أقول مثلا داخله I love عساس نوضح الـ effects اليوم jQuery راح أعطيه مثلا class راح أسميه مثلا gk اختصال jQuery طيب طيب راح أضع gk class راح أضع له أماط راح أقول مثلا background color راح يساوي ff 0000 صفر مثلا color راح يكون الأسود أو واحدات بأذا الشكل تعالوا نغي نظر على اللي أملنا refresh راح تلاحظ ما ما وصل له gs انا كتب نظر gq طيب refresh راح تلاحظ بهذا الشكل خلونا نعطيه أبعاد راح أقول له ويت يساوي 200 بيكسل high يساوي مثلا 90 بيكسل هتوقع بهذا الشكل تمام بس تعالوا نضبط فيه شوي خلونا ننزل الأمر التالي تحت والcolor أو من الويت ننزله تحت بهذا الشكل طبعا اللي ما يعرف css تمنى أنه يتعلم css راح يقول هنا قلنا هاي ويت ثو هذا راح يقول بايدينك مثلا 5 بيكسل عساسي ستر فيه تباعد بس عساسي نشرح طيب تمام يعني ما في شيء صعب تعالوا نعرف الأفكتس اللي موجود عرف نحنا في المحاضرة السابقة أفكتس أفكتس كان اسمه هايد عساس نوصل للديف التالي إيش اللي راح نقوم عليه راح نقول له اختار لي على طول اختار لي ماذا الكلاس اللي اسمه جي كيو قم بعملية هايد طيب هايد ما معنات هايد معنات هايد معناتها أخفاء يعني أول ما يبدأ المستند يختفي الآن لو بعمل رفريش راح يختفي على طول لماذا اختفي على طول لأنه ما قلت له المدة هنا داخل برامترات اللي موجودة داخل فونكشن هايد أو الأفكت هايد هي تعتمد على ثواني معينة وممكن تستخدم سلو بطيء لاحظ معي رفريش راح تلاحظ بشكل بطيء وممكن تستخدم فاست رفريش فاست بهذا الشكل بسرعة يختفي طيب وبهذا الشكل لكن أنا ما أفضل فاست و سلو أفضل أن تستخدم أرغام مثلا بعد واحد ثانية الثانية الواحدة ألف الثانية الواحدة ألف تكتب ألف تكتب ألف بشكل مباشر انتجر رغمي طيب بهذا الشكل هذه معناتها يعني بعد ثانية يختفي لاحظ معي رفريش بعد ثانية يختفي بعد ثانيتين måste يختفي غميل يبدا في الاختفاء جميل وهذا الشكل هادا بالنسبة لل формة حائد معناتها أنه يبدأ في الاختفاء طيب جميل دام أنا في هايد دام أنا في أفريكت اسمه هايد يعني في هايد شو عساس استخدمها لابد يكون دسبلي للعنصر مخفي لابد العنصر يكون مخفي فرح تقول له display بالCSS رح تقول له non يعني مخفي خلونا نعمل comment نلغي الأمر التالي ونعمل refresh رح تلاحظ أنه ما في شيء ينعرض هنا جميل الآن في الجيكوري احنا نبي نعرضه رح نقول بهذا الشكل refresh رح تلاحظ يبدأ في عرضه بهذا الشكل هذا بالنسبة للإفكت اللي اسمه show إذن عندي high وعندي show hide معناتها إخفاء و show معناتها عرض show معناتها عرض عندي أيضاً fade fade in fade in يعني اعمل fade اللي هو وميض وميض لابد أيضاً العنصر يكون مخفي لابد يكون العنصر مخفي عساس تعمل fade in refresh رح تلاحظ يعطيني fade in بهذا الشكل خلونا نبطئ العملية نقول أربعة بعد أربعة ثواني refresh بعد أربعة ثواني يعطيني fade in بهذا الشكل هذا fade in خلونا نشيل بـ save linon طيب رح نقول آم fade مدام في fade in يعني في fade out طيب في fade out fade out معناتها إخفاء يكون العنصر مبيم أو واضح بعدين يبدأ في الاختفاء كما تلاحظ بهذا الشكل جميل جميل هذا بالنسبة لـ fade out إذن خذينا الآن height خذينا show خذينا fade in طيب وخذينا fade عفوا fade out طبعاً تكتب بهذه الصيغة لا تكتب لي out في small لابد أن الـ o capital عن طريقة الـ camel الـ camel words مثل ما نسميها طبعاً أكيد عارفين camel words إذا كان فيه من كلمتين الـ camel words اللي هي الـ variable أو function من كلمتين مثلاً بقول get ready راح تقول get small بعدين ready الكلمة الثانية تقول ready بهذا الشكل هذا تسمى camel مثلاً بقول هسابي مثال يوسف اسماعيل راح تقول يوسف الـ i capital اسماعيل بهذا الشكل هذي تسمى camel words العبارات بطريقة الجمل أو style camel camel style طيب هذا بالنسبة للي خذيناهم fade out fade in وخذينا أيضاً hide و show طبعاً راح نشرح شيئة كثيرة عنهم في المستقبل لكن خلونا نشرحهم الآن بشكل سريع أساس التعرف عليهم والتعرف على مميزاتهم نجي إلى أيضاً عندي شيئ اسمه slide up طبعاً slide up لابد يكون العنصر معروف عساس يعمل له slide up slide up هو السحب إلى الأعلى تعالوا معاين نعمل refresh راح تلاحظ يسحب العنصر إلى الأعلى بهذا الشكل كأنه يختفي أيضاً عندي slide in slide down slide down لابد يكون العنصر مختفي down w هنا طيب slide down لابد يكون العنصر مختفي disability راح نقول له none طيب راح نقول له fresh راح تلاحظ يبدأ في الإنسدال إذن اليوم خذينا عناصر كثيرة طيب خذينا effects effects طيب خذينا height وخذينا خلونا نخليها بسطر واحد أفضل height زائد show عفوا show زائد أساس تحفظهم عندك fade in طيب زائد fade out أيضا خذينا slide طيب خذينا نغلق slide up اللي لسه ما أخذينها خذ غليل عفوا e وأيضا خذينا بعد slide slide down كتبت slide down طيب طيب w هنا طيب طيب آtrans نوضح بسisk آآ dua c La هايد أب لابد يكون عنصر معروض سلايد داون لابد يكون العنصر مخفي نن طيب طيب إذن هايد وفيد إن وسلايد أب لنعناصر المعروضة شو فيد أوت سلايد داون لنعناصر المخفية هذا بالنسبة للإفكتص طبعا هذا مو كل إفكتص إذا بنروح للجيكوري اللايبوري راح نلاحظ أن هناك كثير من الإفكتص اللي موجود منها ديلي الآن راح نشرح ديلي الموجود هنا راح نشرحها الآن طيب أيضا راح نأخذه ما هو الديلي الديلي هو تقريبية نفس عمل سيت تايم راح نشرحها الآن راح نقول سلايد داون راح أعمل ديسيف لنون خلونا نعمل بس رفريش نشوف العنصر والعمل راح تلاحظ أنه عرض لياه جميل خلونا نأخذ ديلي راح نروح هنا راح نقول لها زاء ضيف لي ديلي بهذا الشكل بعد مثلا أربع ثواني عطني مرة ثانية سلايد إن الآن راح يشرح كل هذا يا جماعة بأربع كلها بأربع ثواني ممكن تختلي اثنين هذا الثانيتين هذا أربع ثواني هذا ثلاث ثواني يعني راحتك هنا إيش صار هنا صار قصة بس لبا وضحة الإفكت اللي موجود هنا اللي هو الديلي أو ديلي أو أي أن كان بتسمين طيب هذا التالي هو عبارة كأنه قاعد تقول set time أو عملية رفريش أو أي أن كان توقيت معين وبعدين يعمل العنصر آخر هذا اللي كتبته هنا معناته أول شيء قم بإنزال سلايد داون أعمل سلايد داون للعنصر بعدين مرر عليه توقيت خلى سلايد داون لمدة أربع ثواني يعني بعد ما تسوي سلايد داون أربع ثواني أوقف أربع ثواني لاحظ معي تقف أربع ثواني بعدين سلايد عفوا سلايد إن ما في شيء اسم سلايد إن سلايد أب طيب بعدين قم بسلايد أب ارفعه مرة ثانية أي بمعنى الآن قاله العنصر اللي اخترنا اللي هو كلاسة جي كاي أنزله لمدة أربع ثواني من ثم وقفه على اللي هو فيه على الشيء اللي هو فيه الحدث اللي هو فيه أو النمط اللي هو فيه من ثم بعد الأربع ثواني بعد ما تعدي هذه العملية قم بعمل سلايد أب عساس نوضح نلاحظ وقف واحد واحد ثلاثة سلايد أب واحد اثنان ثلاثة أربعة يرد سلايد أب إلى الأعلى وبهاتف هذا بالنسبة للدلي لطريقة استخدامها يعني فكرة استخدامها هي عبارة عن مؤقت للعمل طيب هي عبارة عن مؤقت للعمل ليتم أي بمعنى الآن لو قلت مثلا هنا مثلا قلت لشو اعرض ليه في أربع ثواني من ثم ثانيتين يعني وقف ثانيتين من ثم هايد في مثلا ثانية واحدة طيب إذن إيش راح يقوم عليه الآن راح يروح يقول لي الكلاس اللي أنا جبته المختار اللي اخترته اعمل لي شو اعرضه لأنه لماذا بالأساس هو disability non مخفي طيب اعرض ليه بعد ما تعرضه وقفه على العرض يعني وقفه على العرض مدة ثانيتين من ثم اخفي ليه بثانية واحدة تعالوا نلقي نظرة واحد اثنان ثلاثة اربعة بعدين يعد كمية الوقوف بعدين بثانية يخفي هذه الفكرة العامة لديلي اتمنى واضحة او delay او اي كان بتسمها لانا ممكن تسميها اسم ومنها delay طيب هذه فكرتها اتمنى واضحة هذا بالنسبة للتوقيت طبعا ايضا في افكتس كثير ما يسألني الوقت يعني اني اشرحها كلا في درس واحد لانا في افكت يعني مثل انيميت يحتاج اشياء كثيرة مثلا وباقي الاشياء هنا ايضا تحتاج الى وقت معين من اساس نبدأ في شرحها الان نكتفي في الافكتس اللي خذينا في هذه المحاضرة هذا يعتبر بايسك افكت اتمنى ان يكون سهل الى هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة